اشتركوا في القناة قبل الدخول في البحث الاساسي في هذه الحلقة اشرت بالامس الى ان ستيفن هوكينغ كان معتقدا بالاله قبل كتابه الاخير التصميم العظيم نعم في هذا الكتاب صار من الملحدين او اعلن الحاده في هذا الكتاب وان لا قبل هذا الكتاب سواء في كتابه تاريخ موجز للزمان او تاريخ اكثر ايجازا للزمان في هذين الكتابين هناك نقولات متعددة يتضح منها انه كان معتقدا بالاله وانا انما اعبر الاله باعتبار ان هذا الاصطلاح هو الدائر الان وانا لا يعبر عنهم بالموحدين بالمؤمنين هذا الايمان او المؤمن اصطلاح اسلامي اعزائي او اصطلاح مسيحي وهؤلاء ليسوا من المسيحية كما قرأنا بالامس ان داروين كان من الربوبيين واذا لا معنى لان نصطلح عليه مؤمن بالله هذا المؤمن اصطلاح ماذا اصطلاح ديني وهؤلاء لا يعتقدون بالدين او بالمعجزة او بالانبياء ونحو ذلك هذا هو الاصطلاح المتعارف علي الاحوال في كتاب اعزائي رحلة عقل هذا الكتاب اعزائي هو تأليف عمر شريف هذا الكتاب مؤلف من جزئين اعزائي في الجزء الاول يشير في الصفحة 13 اعزائي الرحلة التي قام بها احد الملحدين الكبار المعاصرين المعروفين من الالحاد الى الايمان لا العكس ها يعني خلاف عكس ماذا عكس ستيفن هوكينغ اللي هو من الايمان الى الالحاد في هذا الجزء الاول اعزائي يقول قبل ان تقرأ هذا الكتاب في صفحة 13 اعزائي انتوني افلو استاذ الفلسفة البريطاني اسم ذائع الصيط في مجالات الفكر والفلسفة والالحاد والتدين كان والالحاد كان يعد بحق من اكبر ملاحدة العصر الحديث واقعا خمسين عام مولانا انا لا اعلم بانه كم نفر كم شخص مولانا بسببه صار ملحدا لانه معروف في الحاده وتعتبر كتاباته الغزيرة جدول اعمال الفكر الالحادي طوال النصف الثاني من القرن العشرين وهو كذلك يعني هذه مو مو مبالغة مو تضخيم للرجل لا ابدا في التاسع من ديسمبر عام الفين واربع اعزائي فوج العالم بخبر ما زال صداه يتردد في الاوساط الفلسفية والعلمية والثقافية والدينية لقد اعلن وقد بلغ ثمانين عام اعلن ايمانه قال بانه كل الادلة العلمية التي وقفت عليها لا طريق لها الا الايمان ماذا الا الايمان بالاله بالمصمم بالصانع بالموجد انه قد صار يؤمن بان هناك اله هذا اسم كتابه اعزائي هناك اله هناك اله اعزائي اسمه كتاب هذا الملحد الذي بتعبيرنا ملانا استبصر ملانا ولا هذا الاستبصار تعلمني لا انا هذا التعبير ام تعلمون حتى في الواقع السني والشيعي انا هذا التعبير لا اوافق عليه سني استبصر يعني معنى جنو ما معنى استبصر ملانا كان بالنسبة اليه في زمن مضى ادلته تقول انه لا بد ان يكون سنيا الان ادلته تقول لا بد ان يكون ماذا ان يكون شيعيا ذاك كان اجتهاد نظري وهذا اجتهاد نظري ماذا اجتهاد نظري آخر مولانا لا في ذاك الوقت كان أعمى والآن صار بصيرا ولا الآن بصير ذاك أعمى وإنما هذا اجتهاد وذاك اجتهاد آخر أعزائي هذا بحث إن شاء الله إذا وفقنا خصوصا في شهر رمضان مولانا وهو أن نقف ولو لدقائق مولانا هل يجوز التعبد بجميع المذاهب الإسلامية أو لا يجوز التعبد أقولها فتوى مولانا لا إشكال بجواز التعبد بجميع المذاهب والاتجاهات الإسلامية هل سمارد أقول والدينية مولانا خلونا الآن في الإسلام مولانا أنه قد صار يؤمن بأن هناك إله وقد أذاعت وكالة أنباء الإسيوشتريس الخبر بعنوان ملحد شهير يؤمن بالإله بدافع من الشواهد العلمية لأنه ليس شخصية عادية مولانا ومن هنا مولانا على الطريقة بدأت مولانا الاتهامات أن هذا الرجل أصيب بالإزهامر مخرف مولانا كذا لأنه طبعا من طرف من؟ من طرف الملاحدة طب تبين أن هذه القضية ليس فقط مرتبطة بالحوز العلمية مولانا عندما واحد يخرج على بعض مبانيها أنه تأتي الفتاوى والاتهامات لا هذه موجودة في كل مكان يعني هذه الحالة من الأدلجة موجودة في كل مكان يقول أصاب الخبر الملاحدة من زملاء أنتوني فلو وتلاميذه بهستيريا عارمة حتى امتلأ إعلام العالم الغربي الحرب سخريتهم وازدرائهم لهذا التحول وقد طلب من أنتوني فلو مرارا أن يصدر كتابا يعرض فيه رحلته من صبي مؤمن إلى رجل ملحد إلى شيخ في الثمانين يؤمن بوجود الإله وأخيرا صدر عام 2007 الكتاب المنتظر هناك إله كيف عدل أشرس ملحد عن الإلحاد مولانا هذا عنوان الكتاب وكذا هنا دكتور عمر الشريف مولانا يقدم خلاصة عن هذا الكتاب وأستبعد أنه ترجم حرفية وإنما فهمه قراءته لهذا الكتاب ولهذا يقول ونقوم في كتابنا هذا رحلة عقل بعرض لكتاب أن تفلوه هناك إله ثم طرح قضية العلاقة إلى آخره ولهذا إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب إن شاء الله تعالى نحن بودنا أنه بغض النظر أن هذا الرجل وهو إنتوني فلوه أنه كان مخرف أو غير مخرف نحن علينا أنظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال لا بد أن ننظر إلى كلامه أدلته العلمية التي استند إليها لهذا التحول الذي حصل له أنا عندما دع أنقل بعض القضايا أنا أنقل المصدر حتى تعرفون عزائي المصدر رحلة عقل دكتور عمر شريف أعزائي طبعا هذا الكتاب من جزئين هذا الجزء الأول أعزائي من الكتاب أعزائي ثم للكتاب جزء ثاني أعزائي اللي يقول ونستكمل الرحلة نظر على ما في سبق اللي هو هذا بعد تأليف منه هذا الجزء الثاني تأليف دكتور عمر شريف أعزائي على هذه الأحوة هاي المقدمة ذكرتها حتى أنه أعرف ستيفن هوكينغ خلاصة أعزائي هواي مفيد هاي النقطة واقعا هم أتينا النقطة هواي مفيدة وجدتها بشكل واضح وصريح وموسع مولانا في كتب هذا الرجل يعني عمر شريف عندما يأتي يريد أن يستدل بأي شخص بأي مفكر بأي عالم بأي فيزياء لا أقل يعرفه في ثلاثة أربعة أسطر مولانا من هو هذا الرجل متى ولد أين يدرس ما هي بعض مؤلفاته الأساسية ما هو فكره الأساسي خلصة القضية حتى أنت تدري عندما تريد أن تستند إلى شخص لمن تستند أعزائي تعالوا معنا إلى صفحة تسعة وثمانين من الكتاب أعزائي في صفحة تسعة وثمانين من الكتاب يقول مع ستيفن هوكينغ ستيفن هوكينج أو هوكينغ تكتب بهنج ولكنها ماذا هوكينغ تقرأ على إلى هوك إحنا مرارا اعتذرنا للأعز المستمعين والمشاهدين أنه هاي الألفاظ إحنا هوين مو مسؤولين أنها كيف تتلفظ مولان قال عالم الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية البريطاني يشغل منصب أستاذ الرياضيات الذي كان يشغله إسحاق نيوتن بالجامعة التي كان يدرس بها نيوتن ولد عام ألف وتسعمية واثنين وأربعين وهو مشهور بأبحاثه في الكون وخاصة في الثقوب السوداء أعزائي هذه مسألة الثقوب السوداء أعزائي تعد من أهم معضلات علم الكونيات أعزائي واقعا إلى الآن يعد من التحديات الأساسية لعلم الكونيات بنحو الإجمال أنا أبين ما هو المراد من الثقوب السوداء أعزائي الموسوعة العربية العالمية في المجلد الثامن أعزائي في مادة الثقب الأسود صفحة خمسة وأربعين يقول اسم يطلق عادة في الفيزياء الفلكية على نجم قد اندثر وأصبح غير مرئي التفت جيدا وللثقب الأسود أو الثقب الأسود جاذبية قوية بدرجة تمنع انفلات أي شيء يمر قريبا من سطحه شن المشكلة اللي ولدته وهو أنه هو يسمى أسود لأنه أي نور يبعثون إليه حتى يعرفون ماذا يوجد في هذه المادة الآن يمتصه مئة في المئة يعني لا يرجع الآن أنت الأجسام عندما يتصطدم بالنور فالمقدار منه يجتذب ومقدار منه ماذا ينعكس وبالانعكاس تحصل ماذا تحصل الرؤية فإذا لم ينعكس منه أي شيء بعد تحصل الرؤية أو لا ومن هنا بعد يستطيعون أن يعرفوه هذا النجم هنا أو هذا الثقب الأسود ما هي حقيقته ما الذي يحكمه ما القوانين أبدا لا يمكن ولهذا يقول ولا يمكن رؤية الثقوب الثقوب السوداء لأنها تجذب الضوء وللثقوب السوداء جاذبية قوية لأنها تحتوي على كمية ضخمة من المادة التي لو حصرت في مساحة بالغة الصغر صغر فإذا كان من الممكن أن تضغط الكرة الأرضية لتصبح ثقبا أسود فستكون بحجم بلية صغيرة ويعتقد معظم علماء الفلكي أن مجرة الدرب التبانة تحتوي على ملايين الثقوب السوداء فقط مجرتنا هسا مئات المليارات من المجرات مولانا ماذا تحتوي الله العالم مولانا لتفتولي جيدا طبعا هذه واقعا تعرف قوانينها أو لا تعرف المهم من أهم تخصصات ستيفن هوكينغ في أي شيء مولانا في الثقوب السوداء هسا إن شاء الله إذا إحنا جئنا إلى أبحاث الفلكيات لعلنا فدمقدار نقف عند هذه المسألة وماذا تؤثر على قوانين الفيزياء أو على قوانين الفلك بنحو عام علي الأخوة يقول اهتم بتبسيط العلوم للعامة اللي بالأمس أشرنا للإخوة قلنا في هذين الكتابين كتاب تاريخ موجز للزمان وتاريخ أكثر إيجازا للزمن وقد صار كتابه تاريخ موجز للزمن أكثر الكتب العلمية مبيعا في التاريخ فقد بيع منه نسخة لكل خمسمائة إنسان على سطح الأرض مولان بعض الإحصائياتهم تقول لا كل سبعمية وخمسين هل سخمسمية أو سبعمية وخمسين لا يؤثر كثيرا وقد أصيب في بداية شبابه بمرض أدى إلى شل الانتام في حدود العشرينات من عمره إلى شل الانتام شمل أعضلات العنق والرأس وهو يتعامل مع المحيطين من خلال أجهزة يوجهها بحركات عينيه وشفتيه إذ أفقده المرض القدر على الكلام أعزل جيد إذا تذكرون بالأمس كان يقول نحن نحتاج إلى نظرية ماذا؟ جامعة يعني شنو؟ مرادهم من النظرية الجامعة يعني أن هناك أربع قوى أساسية تحكم الفيزياء مولانا وهي النظرية الجامعة يبحث العلماء عن قوانين ومعادلات مشتركة يمكن أن تطبق على القوى الأربع الرئيسية في الكون أعزائي ما هي هذه القوى الأربع الرئيسية؟ القوة الكهرومغناطسية قوة الجاذبية القوة النووية القوية القوة النووية الضعيفة هذه الصلاحات الآن واقعا أنا مرارا ذكرت والآن أقول أعزائي أنا متخصصي هذه وإذا أنقل وإذا يوجد خطأ في هذه المسائل فالعهد على منع أعزائي لعله للمرة الثالثة أو الرابعة ده أقول ومع الأسف وجدت أن البعض أماذا يأخذون الأقلام مولانا السيد أخطأ في كذا أخطأ في كذا جيد جدا إحنا قلنا هذه أصول موضوعة إما صيرون منصفين وإما إذا تريدون تكون هنا مؤدلجين مولانا صيروا منصفين قلوا بابها المعلومة التي نقلها من الكتاب الكذائي ما هي خير صحيحة مولانا اخو ابعثونا جزاكم الله خير مولانا وأنا قلت مرارا وتكرارا عون الضعيف صدق المعلومة الصحيحة ماذا ابعثونا إحنا نقول المعلومة الصحيحة وهذه لا تؤثر على المعادلة التي أنا دعو أبينها أعزائي يعني هذه أصول موضوعة والأصول الموضوعة لا علاقة لها بالبحث الفلسفي الذي أشرنا إليه بالأمس علي لحوة يقول فنقرأ في خاتمة كتابه تاريخ موجز للزمن اللي بالأمس قرأنا العبارة تذكرون وترجمناها إذا توصلنا إلى النظرية الجامعة فإنها ستمكن كل من العلماء والفلاسفة بل والناس العاديين من فهم بعض الجوانب عن الحكمة من وجود الكون ووجودنا وإذا عرفنا ذلك فسنكون قد عرفنا كيف يفكر الإله هناك كانت العبارة ماذا الخلاق إذا تذكرون هنا أيضا يصر عمر الشريف أنه يترجمها ماذا بهذا الشكل وفي موضع آخر من الكتاب يقول من نفس كتاب ماذا تاريخ موجز للزمان إن النظرية الجامعة ستكون مجموعة من القواعد والمعادلات والسؤال هو التفتولي جيدا من الذي نفخ في هذه المعادلات المجردة القدرة والحياة هذا السؤال الأساسي المعادلات موجودة ولكنه أنت تكتب معادلة التفت تكتب معادلة على ورقة هذه المعادلة التي تكون واقعا حيا هذه تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج يقول نحن اكتشفنا المعادلات ولكن من أعطى الحياة ماذا لهذه المعادلات الرياضية والفيزيائية من الذي نفخ في هذه المعادلات المجردة القدرة والحياة ليخرج منها الكون المادي الذي نوصفه وأهم من هذا ويقول التفتوا جيدا هذه عبارته ويقول لا شك أنك تساءلت في يوم لا شك أنك إذا تساءلت في يوم ما عن الحكمة من وجود الكون قد لا تجد إجابة إلا مشية الإله هذه قبل كتاب ماذا قبل كتاب التصميم العظيم إذن الأعزة إذا قالوا سيدنا من أين تقول كان وكان أقول بيني وبين الله هذه المصادر هكذا تقول عن ستيفن هوكينغ ولعله ليس الأمر كذلك لابدنا أن ندقق في كتبه جيدا لنرى أنه كان مؤلها ثم صار ملحدان أو من الأصل كان ماذا كان ملحدان أما بحثنا لهذا اليوم إذا تذكرون أعزائي التفتولي جيدا هذا البحث اللي أطرحه واقعا من المحاور الأساسية اللي عادة لا يلتفت إلى هذا المحور أعزائي نظرية التطور الداروينية اللي عرفت الآن بنظرية ماذا التطور أو نظرية داروين مولانا التي هي في تطور الأنواع واقعا ما الذي كان قبل داروين وما الذي حصل من خلال نظرية داروين يعني أن الناس أو العلماء لم يكنوا يعتقدون بالتطور قبل داروين وأول من قال بتطور الأنواع هو داروين هذا من ابتكارات داروين أو لا أن الاعتقاد بالتطور كان موجودا من عصر اليونانيين وإلى ماذا وإلى زمانه في القرن التاسع عشر وإذا كان الأمر كذلك على هذا الفرض الثاني التفتولي إذا كان الأمر كذلك إذا ما الذي أضافه داروين إذا كانت مسألة تطور الأنواع حسن بغض النظر تطور النوع الواحد أو تطور نوع إلى نوع آخر تذكرون بعض التقسيمات المفصلة التي وقفنا عندها فيما سبق تذكرون هذا المعنى إحنا لا ندخل أعنا في التفاصيل تطور الأنواع بأي معنى أخذناه إذا كان موجودا إذن ما هي إضافة ماذا ما هي إضافة داروين لذلك أعزائي أنا لكي أبين المطلب على قاعدتي أبين المطلب أولا من خلال ماذا مثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون بعض الأحيان الأمثلة التي نضربها لعل أعقد مما من موضع البحث مولا شوفوا أعزائي من عصر اليونان وما قبل اليونان إلى عصرنا هذا يوجد تغير في الطبيعة أو لا يوجد تغير نعم يتحول الماء إلى ماذا ها إلى بخار يتحول البخار إلى ماء يتحول التراب إلى نبات لا نبات يتحول النبات إلى ماذا حيو هذه التحولات نراها في الطبيعة ولا نراها أمامنا مولانة وجدانية لا تحتاج إلى دليل السؤال المطروح إذن أصل التحول أمر وجداني طبيعي علمي ثابت أمامنا السؤال المطروح فلسفيا خلوا ذهنكم فلسفيا لا لا علميا بعد هذه لا لا علاقته وهذا الذي أقوله مرارا أنه إذا لم تميز بين البحثين سوف تقع في إشكالات كثيرة وهذا الذي وقع فيه الملاحدة وسأبين لاحقا بينت بالأمس وسأبين لاحقا يعني في الحلقة سابق التفتولي جيدا أعزائي أصل التحول ثابت فلسفيا وقع البحث بين الفلاسفة هل أن هذا التحول والتغير على نحو الكون والفساد لو على نحو الحركة والخروج من القوة إلى الفعل أيون منهم ياهو أنت عندما تأتي إلى النظرية المشائية أنا بعد لا أشرح هذا لا أشرحه لأنه بيني وبينه هو يأخذ وقت كثير لا لا بس أريد أقول بأنه التحول توجد النظريتان في بيان كيفية التحول مو في أصل ماذا أصل التحول إذا أرتكلم بلغة علمية أعزائي وأنتم طلب فضلاء التفتولي يعني مو دعنا تكلم في كان التام مو دعنا تكلم في كان الناقصة مو في أصل التحول أصل التحول أمر طبيعي طبعا يوجد من العلماء والفلسفة من ينكر أصل ماذا أصل التحول أحنا مو حديثنا مع أولئك حديثنا مع أولئك الذين آمنوا بالتحول هل هو بنحو الكون والفساد اللي هو المشهور عن المباني المشائية والفلسفة المشائية أو بنحو الحركة والخروج من القوة إلى ماذا إلى الفعل كما يقول مثلا مل صدراء وآخرين ملنا أي منهم إذن يوجد عندنا خلوا ذهنكم أعزائي رجاءنا هو أيها النقطة أريد لأنه أريد أن تب عليها نتائج مهمة أصل التحول أصل موضوعي مأخوذ من العلوم الطبيعية أما كيفية التحول عبروا حتى نكون أوضح آلية التحول بأي طريق توجد ماذا ها نظريتان النظرية تقول من خلال الآلية أليف يحصل هذا التحول ونظرية تقول لا من خلال الآلية با يحصل التحول خلوا ذهنكم يمن سؤال إذا نأتي إلى نظرية التطور عند داروين داروين كان مبتكرا لأصل التطور لو كان مبتكرا لآلية التطور ما هذا الواضح يقول مسألة التطور كانت موجودة من عصر اليونان وإلى عصر من ها وإلى عصر داروين لا يستطيع أحد أن ينسب مسألة التطور إلى من إلى داروين لا 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 إنما الذي ينسب إليه هو أنه بيّن آلية خاصة في حصول هذا التطور ما هي هذه الآلية عزالي نرارا ذكرناها للعزال ما هي الانتخاب الطبيعي هو يقول بأن آلية هذا التحول أو التطور إنما هو بالانتخاب الطبيعي إذن ابتكار أو محور أو مفتاح نظرية داروين في أصل التطور لو في آلية التطور ها في آلية التطور ها ستقول لي سيدنا ما هي الثمرة أقول لا تستعجلون لا تستعجلون هذا البحث جدا قيم ودقيق وعميق حتى أبين النتائج المترتبة عليه تعالوا معنا إلى ماذا إلى ما قلته مولانا طبعا نادرا وجدت أنه ملتفتين إلى هذا التمييز ما أريد أقول لا يوجد لعله يوجد أنا ما ملتفت ولكن نادرا ملتفتين إلى الفرق بين أصل التطور وآلية ماذا وآلية التطور تعالوا معنا إلى عبد الرحمن بدوي في موسوعة الفلسفة المجلد الأول صفحة 474 يقول من هذا العرض يتبين أن داروين لم يكن هو مبتكر نظرية التطور لم يكن ولكنه مع الأسف الشديد عبد الرحمن بدوي لا يميز هذا التمييز بين ماذا بين أصل التطور وبين آلية التطور يقول إنما هو تلقاها ملا مارك من الناحية البيولوجية ومن سبينسر من ناحية تحديد قانون التطور وحتى كلمة التطور نفسها لم يكن هو من استخدمها للتعبير عن هذا المذهب بل سبقه إليها سبينسر في 1854 ثم في 1857 ولكن فضل داروين هو في جمع هذه الأفكار لا هنا نختلف مع من؟ مع بدوي مو في جمعه هذه الأفكار داروين قبل أصل التطور اللي كان موجود قبله ولكن قال ما ذكره الآخرون عن آلية التطور لا تلك الآلية غير صحيحة وإنما الآلية التي أنا أقولها وهي ماذا وهي الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلاح والتكي وإلى آخرين مولانا ما هذا الواضح صار أعزائي جيد هذا المورد الأول أعزائي التفتولي جيدا هذا المورد الأول المورد الثاني أعزائي في كتاب أصل الأنواع حتى تعرفون بأنه أساسا من أنا أقول شيء على طريقة مولانا مو هنا في أبحاث من سنين وإلى يوم عندما أريد أن أنسب لا بد أن أذكر ماذا مصادر أعزائي وأعدد المصادر في أصل الأنواع ترجمة إسماعيل مظهر مولانا في المقدمة في الصفحة 52 هذه عبارته يقول لما يأس داروين من أن يجد في بحوث الذين سبقوه تعليلا مقبولا لنشوء الأنواع وجد أنه توجد ماذا أنواع كثيرة ولكن كيف بدأت أنشأ هذه الأنواع يعني مرتبطة بأصل التطور لو بآلية التطور بالآلية هو ما يميز هذا التمييز ولكن واضح يريد أن يشير ماذا التفت للعبارة يقول لنشوء الأنواع بطريق التحول العضوي مضى يرتب مذهبه مستقلا عنهم وبدأ شوطه بأن ينظر في الشواهد التي يمكنه ولقد أكب على ذلك إكبابا وعكف على درسه عكوفا فبز بذلك جميع الذين تقدموه ولم يلبث غير قليل حتى وضح له أن الانتخاب هو حجر الزاوية إذن خصوصية نظرية داروين في ماذا مولانا في ادعائه التطور لا 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 في نظرية في ماذا في آلية التطور يعني الانتخاب الطبيعي هذا هو المورد الثاني أعزائي المورد الثالث أعزائي في الموسوعة العربية العالمية المجلد خمسة وعشرين صفحة ثلاثمائة وثلاثة وخمسين وثلاثمائة وخمسة وخمسين أولا يبدأ هناك يقول تاريخ النظرية على الرغم من أن نظرية التطور ارتبطت في شهرتها وذيوعها بداروين فإن داروين لم يكن أولا من بحث في مسألة التطور ووقعنا من كذلك لأنها موجودة ماذا من العصر اليوناني إلى زماء القرن التاسع عشر ثم يبدأ في اليونانيين من قالها ثم في الغرب قبل داروين ظهر في الغرب علماء أخذوا بفكرة التطور واهتموا بها إذن سؤال ما الذي ظهر على يدي داروين الجواب يأتي في صفحة ثلاثمائة وخمسة وخمسين يقول أسس النظرية أولا ثانيا والمهم عندي ثالثا وهو أن الكائنات من أجل البقاء من أجل بقائها وتنازع بعد التنازع ومن أجل بقائها وصراعها ماذا هو تستعمل قانون الانتخاب الطبيعي إذن أسس النظرية أين أعزائي أين أعزائي في الانتخاب الطبيعي واضح أعزائي أنا فقط أذكر المصادر أعزائي ولا إذا أرد أقرأ كل العبارات يأخذ وقتا كثيرا هذا المورد الثاني أعزائي المورد الثالث أعزائي هذا المورد الثاني المورد الثالث المجلد العاشر من الموسوعة العربية العالمية صفحة مائتين وستة وعشرين هكذا يقول صفحة مائتين يقول نظريات داروين أجرى داروين دراسات على العينات إلى أن وصل التفت يقول وكان عنوان البحث نظريات عن التطور التفتوا جيدا إذن داروين مو بصدد إثبات أصل ماذا أصل التطور بصدد بيان ماذا كيف يحصل التطور ما أدري واضح لو أعزائي قال وحسب ما رأى داروين أنه في معظم الحالات إلى أن يقول وأطلق داروين على هذه العملية الانتخاب الطبيعي أو بقاء الأصلح مولانا إذن أيضا تركيز على أن الذي ابتكره أو لا أقل يمكن أن ينسب إليه وهو صاحبه ما هو مؤسط التطور وإنما آلية التطور هذا من المورد الثالث والرابع مولانا المورد الأخير عزائي الموسوعة العربية العالمية المجلد الثالث صفحة مئة وستين ومئة وواحد وستين الانتخاب الطبيعي عند بعض علماء الطبيعة هو عملية تحدث بالكون وهي وقد أطلق عليها البقاء للأصلح الإخوة بعد يراجعون في هذا المجال جيد جدا خلوا ذهنكم يمي أسأل الآن تقول لي سيدنا وهل كان في زمانه آليات أخرى للتطور حتى نقول أنه كان ملتفتا فهو انتخب ماذا آلية أخرى للتطور نعم أعزائي معاصر له وهو لا مارك لا مارك أيضا كان معتقدا بالتطور ولكن بآلية أخرى غير الآلية التي هو يقولها هذه أنا عندنا أعزائي في المجلد الخامس والعشرين من الموسوعة العربية العالمية صفحة 354 التفتوا جيدا وقد ذهب لا مارك في سنة 1809 إلى أن البيئة لها الأثر الكبير لا في إيجاد صفات الأفراد وانقراضها فحسب بل في انقراض هذه الأفراد بعبارة أخرى لا مارك كان معتقد أن الصفات المكتسبة تنتقل من جيل إلى ماذا إلى صفات مكتسبة مو صفات جينية صفات مكتسبة اللي هؤلاء لم يوافقوا عليها يعني نظرية الانتخاب الطبيعي يقول الأصل أين في الجينوم في الجينات أعزائي لا في لا في الصفات المكتسبة يقول أن الصفات المكتسبة تورث من جيل إلى جيل هذه قضية هواي مهمة واقعا يعني إذا وجدت فجيل طلع مولانا بي عباقرة أو فلاسفة هذه الصفات ممكن شنو ها يعني بعبارة أخرى هذه تعالوا نصير متكلمين مولانا عقديين يعني في الأعمة إذا كان علي هذه الصفاته هذه ممكن شنو هذه قضية مهمة ولكن مع الأسف أنه فيما بعدهم حاولوا أن ينقضوا ماذا ينقضوا قالوا لا الصفات المكتسبة غير قابلة للانتقال على إلى حوال الآن مو بحث هذا قالوا على هذا فإن صفات الأفراد عند لا مارك وليدة الظروف البيئية التي يمر بها الكائن الحي كما أن استعمال الأعضاء أو إهمالها هذه واحدة من أسباب ماذا من أسباب الاختلاف يقول أنه إذا استعملت الأعضاء تكون قوية لم تستعملها تهملها ماذا تنقرض وهكذا هذه آلية غير آلية الانتخاب الطبيعي هذه موجودة ولكنه قبل بها دارون أو لم يقبل يقول لم أقبل بهذه النظرية هل سأل الآن تقول سيدنا هل توجد آليات أخرى نعم نعم إن شاء الله سيأتي بحثه عندما سنقف عند نظريات المؤمنين بالإله في نظريات التصميم الذكي مولانا وقراءات التصميم الذكي تجد أنه هناك أيضا قراءات أخرى لبيان كيفية ماذا ها حصول التطور لأنه دارون عندما قال انتخاب الطبيعي هذا الانتخاب الطبيعي قانون موجود أين موجودا في نفس هذه الخلايا الحية بعد تحتاج إلى خالق أو لا تحتاج لا هي قوانين الخلايا هذه هي قوانين واحدة لها غاية أو ليس لها غاية يقول لا ليست لها غاية هذه إن شاء الله خصوصياتها بعد ذلك سأبين الفرق بين نظرية التصميم الذكي وبين القوانين التي آمن بها ماذا آمن بها الفيزيائي أو آمن بها أصحاب نظرية تطور الأنواع عزيزي النتيجة المترتبة على هذا التمييز عزيزي خليوا ذهنكم يا مي النتيجة المترتبة على هذا التمييز بين أصل التطور وبين آلية ماذا التطور التفتوا جيدا فإذا أبطلنا آلية الانتخاب الطبيعي مثلا لداروين هذا بالضرورة يعني أصل التطور باطل توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة وهذه هي المغالطة التي وقع فيها كثيرون تصوروا أنه إذا أبطلوا نظرية الانتخاب الطبيعي التي قال بها داروين إذن أصل نظرية التطور ماذا ها تبطل وهل توجد ملازمة أو لا توجد وهذا هو البحث الفلسفي اللي أقول عادة هؤلاء الذين يتكلمون في مثل هذه القضاءة نصيحتي العلمية لهم جميعا إن لم تتقنوا البحث الفلسفي فلا تدخلوا هذه البحثة لأن هذه مسألة ما مرتبطة بعد بالبحث العلمي ما هي الملازمة بين إبطال الآلية وبين إبطال ماذا أصل النظرية لا توجد أي ملازمة وإن شاء الله بعد ذلك سأشير إلى بعض المفكرين الذين أبطلوا أصل التطور من خلال إبطال ماذا ها آلية التطور مع أنه يمكن للإنسان أن يقبل أصل التطور ولا يقبل ماذا ها ولا يقبل هذه الآلية يعني لا يقبل آلية من آلية داون من هنا توجد ملاحظتان خلوا ذهنكم يمي الملاحظة الأولى نصيحتي لكل الأعزاء هل لماذا أقول لأنه نقل لي أو نقل البعض لي أنه السيد متأرجح سيد الحيدري متأرجح مرة يناقش نظرية دارون مرة يقبل نظرية فلا معنى لهذا التأرجح في النتيجة فليكن على بر إما يقبل وإما ماذا أعزائي أنتم خلطتم أنا دا أناقش ماذا أناقش أصل التطور أنا دا أناقش ماذا شنو فتأرجح ولا يوجد تأرجح مولانا ولكن أنتم باعتبار أنكم لا تتابعون أو ليس مستواكم العلمي بمستوى تستطيع أن تميزوا هذه الأبحاث أو مؤدلجين بيني وبين الله تريد أن تشكل فقط وإلا إما أن تصبر قليلا وإما أن تفهم ما أقول أنا في الأبحاث السابقة كل إشكالاتي كانت على مسألتي ماذا ها مو على أصل التطور وإنما على ها آلية التطور وهي الانتخاب الطبيعي فإذا لا يوجد أي تأرجحين ولا يوجد أي كذا مرة أوافق مرة مختلف هس من حقك أن تسألني المشاهد الكريم أو المستمع العزيز يسألني سيدنا في النتيجة أنت تقبل التطور أو لا تقبل أقول هذا إن شاء الله عندما أأتي إلى نظريات التصميم الذكي سأبين أي مقدار من التطور في النوع في الأنواع الحية أقبل وأي مقدار ماذا لا أقبل هذا مو محل بحثي الآن حتى أنا لا نقول هذا لي مو فتاة وفقية حتى في النتيجة في النتيجة قل لنا سيدنا حلال وحرام يقيموه حلال وحرام هي بيان أصول موضوعة واللي ما عنده صبر أن يستمع لي إلى الآخر أخو خل لا يستمع ولا أنا يغلق الجسم ولا يستمع ما أحد قال إلا يستمع أما يسمع لي محاضرة واحدة ثم يأخذ القلم وينقود هذا خلاف الإنصاف وخلاف البحث العلمي أعزائي تستمعون لي جيدا من الأول إلى الآخر وإصبروا قليلا من أقولهم قليلا يعني في الست شهر سنة سنتين أصبروا مولانا لأن هذا البحث مولانا اللي شاغل البشرية الآن حدود قرن ونصف إلى قرنين يعني تريدون تنحى المولانا بتعبير الإمام الصادق سلام الله عليه أحد الرواة يسأل الإمام يقول له سيدي أسألك أربعين سنة عن مسائل الحج متى أخلص مسائل الحج قل لك بيت بناه إبراهيم وطاف به كذا وكذا التتريد مولانا في أربعين سنة تفهم مسائله هسأنا ما منديه أربعين سنة تفهم مثل لا أقل بينهم أصبهم شوية قليلا هذا أولا وثانيا خلوا ذهنكم يا مي وثانيا إذا التفتوا لجيدا هذه نتيجة مهمة هذا البحث الفلسفي وإن شاء الله سيأتي ولكن أنا عندما تأتي المناسبة حتى أهيئ ذهن الأعزة والمشاهدين والمستمعين لهذه الأبحاث التفتوا جيدا إذا استطاع الملاحدة أن يبطلوا كل أدلة إثبات وجود الخالق والصالح هذا معناه عدم وجوده أو لا ملازمة بينهما لماذا لا ملازمته لأن هذا يثبت أن الأدلة باطلة مو أن المدع ما هو باطل كما قلنا هنا هذا يثبت أن الآلية باطلة لداروين ولا ينفي ماذا صحة ماذا أصدت تطور ملا ما الملازمة بينهم طبعا إن شاء الله تعالى في وهم الإله لداو جينز مولانا حاول خمسة من أدلة القائلين قائلين بالإله والصانع سنعرض لها ونرى بأنه استطاع أن يناقشها لأنه يقولوا كل أدلتكم ناقشها الملاحدة سنأتي إليها لنرى بأنه أساسا فهم أدلة الفلاسف أو لم يفهم أصلا أصبروا قليلا أعزائي أساسا فهم أدلتهم أو ماذا حتى يناقشهم وينقذهم أو لم يفهم بحثه سيأتي إن شاء الله تعالى بحثه سيأتي أعزائي أسأل الآن تعالوا معنا من أهم خصائص الانتخاب الطبيعي أنا فقط أعنون البحث أعزائي وإن شاء الله إلى الحلق القادم من أهم خصائص الانتخاب الطبيعي عند داروين أن هذا الانتخاب تدريجي زماني طال أو قصر لا أنه دفعي ما أدل واضح أو لا أعزائي واضح هذه النقطة أو لا ولهذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك علينا أولا أن نقرأ العبارات وننظر إلى النتائج المترتبة على هذه المسألة إذن إلى هنا إذا أردنا أن نعرف خصوصية نظرية داروين نقول ابتكاره أنه قال أن الآلية أولا بالانتخاب الطبيعي وثانيا ماذا؟ ماذا؟ بالتدريج الزماني للتدريج الفلسفية التدريج يعني يعني يحتاج هل طال أو قصر يحتاج سنة أو يحتاج مئة سنة أو مليون أو مليار هذاك بحثنا آخر الآن بحثنا أي؟ في أنه يمكن أن يحصل أو لا يمكن أن يحصل من غير التدريج يصرح داروين في كتابه أصل الأنواع أساساً مفتاح الانتخاب الطبيعي وركن الانتخاب الطبيعي وقوام الانتخاب الطبيعي بالتدريج وإذا وجدتم التفتوا جيداً وهذه دعوة وتحدي كبير يقولون وإذا وجدتم حصل تطور من غير التدريج فقد انهارت نظريتي هو يصرح بهذا هذا تحدي هواي كبير يعني إذا واحد استطاع أن يثبت له التطور من غير التدريج هو يقول أنا أقول بعد نظريتي ماذا؟ ها؟ أسحب يدي منها علمية هذه تتمتها الأبحاث إن شاء الله تأتي في الحلقة القادمة والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة